الفيلم اللي محدش يقدر ينساي يعني أنا شخصياً لا أستطيع أن أنسى لا تطفق الشمس هنشوف تامر حبيب يعني فكر إزاي في المسلسل تامر كل سنة وانت طيب كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة مشاهدين طيبين ابتدأ يعني أنا معتباً للعرض ابتدأ طالما جيت هنا آه خلاص أيوة بالزبط بدأ الامتحان بالزبط كده ليه لا تطفق الشمس؟ والله حضرتك هو الموضوع حصل كده أنه غير دلوقتي مش يعني في حاجة قضرية جداً حصلت في الحكاية إحنا كنا بنحضر المسلسل الثاني خالص أنا ومحمد شاكر خضير ومحمد مشيش وأنا بس عايزة أقول أنه ده نفس طاقم جراندوتال وطريق اللي هو الطاقم الناجح جداً قدم اتنين مسلسلات إحنا فخورين إن إحنا قدمناهم على سي بي سي أيوة إحنا يعني بيتنا إحنا في البيت بالزبط تامر حبيب شاكر خضير محمد مشيش المنتج وأنا بحييم كلهم وطاقم التمثيل طبعا طبعاً فكنا بنحضر الموضوع الثاني خالص والمفروض كانت البطلة معنا مونة زكي وكان مسلسل من تأليفي وبعدين فجأة مونة حملت فكان هيبقى صعب جداً والموضوع ريسكي إن إحنا نستناها فالمهم كان لازم نفكر في حاجة تانية خالص والحقيقة إن أنا وشاكر فكرنا إحنا ناخد بريك الثاني دي ما نشتغلش ومشيش اللي قال لنا الحمد لله يا رب الحمد لله إنتوا عملتوا يعني مضيتوا عقد كده مع الجمهور بقى بيتفرج عشان اسمه مؤلف ومخرج فما تخسروش ده يعني الشغلانة رجعت للقواعدها الأصلية إنه العمل هو مؤلف ومخرج يعني طبعاً نجوم فوق عينه طول عمره كان كده بالزبط كده يعني طول عمره يعني أنت بتكلم في حسن عبد القدوس صلح أبو سيفي يعني بالزبط بالزبط فبيلا وبتاع فأنا لسه مش تلاقي فكرة فقلت لهم طب فعالوا نفكر حاجة في الأدب نشوف إيه اللي ممكن يتعامل واللي جاب وساعتها وأنا بتكلم في الأدب كنت بتكلم على الأدب المعاصر يعني حاجة من الروايات الجديدة اللي موجودة اللي ممكن تتعامل يعني وأنا بتكلم مع ماشيش في التليفون فعلا والله ده حصل أنا فيه صوت جواي راح قايل الله تطفئ الشمس ياشي وحيات ربنا بعيد عن أي حاجة ولا في الحزبان ولا كنت نفكر مثلا إن احنا ناخد حاجة لإحسان فقلت له ماشيش استنى كده قفل طيب استفكر في حاجة وأقول لك يعني فعدت فكرت لقيت الحقيقة الحمد لله يا رب يعني إن الرواية دي هي الأنسب لإنها تعامل كدرامة تلفزيونية لإنها بطولة مشتركة زي كتاب ما بيقول يعني الناس اللي ورا حدرتك دول كلهم أبطال بالمزورة محدش فيهم دوره أعلى من دور التاني وأنا شخصيا كمشاهد وحاشيتني أتفرج على دراما عيلة يعني عيلة مع بعضها بيتفاعلوا بيعملوا إيه وعلاقات الناس دي العاطفية هي رواية جزئين الجزء حوالي 800 صفحة فهم 1600-1700 صفحة فمش كله يعني فيلم عشان يختزل يحكي ده كله في ساعتين شلح تفاصيل وأحداث كثيرة جدا 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 على رأسهم مثلا قصة حب عظيمة عند الأم وهم مجوش ناحيتها فكان فيه جزيد يتقان وبالذات بعد ما قررنا أن احنا نعمله في 2017 انتو عاملينه بجو 2017 أو الجو الستينات؟ 2017 خليه بس أنوه مين أبطال لتطفئ الشمس عشان أنا اتكلمت على لتطفئ الشمس بتاعت الستينات لك أنا بتكلم هنا على ميرفة أمين على أمينة خليل على تايسون محمد ممدوح على ريهام عبدالغفور على جميلة عوضة على أحمد مالك على فتحي عبدالوهاب على الشيرين رضا على محمد الشرنوبي على مي الغيطي على عرفة عبد الرسول على زاكي فاطين عبدالوهاب اتكلم على طقم على إنجي المقدم على خالد كمال على الحمد لله لا في شخصيات كثيرة مكرة البطول بطولة جماعية الحقيقية بالضبط بالضبط ففي فضول كده أنا عندي فضول اضطرت تشوف الفيلم تاني ولا تقرأ الرواية حكا يا موك يا سماعليك الفيلم والرواية دلوقتي حالا وانا قاعد أنا الفيلم حافظه من وانا صغير وانا على فكرة حافظه اه واحسان انا فوقت وقت خيالي ان الفيلم ده مش ناس كتير كانوا عارفينه يعني ما هواش مثلا في شهرة لا أنام او النظارة الصودة او كده عند الجمهور بحبه قوي بحبه جدا رهيبة رهيبة ويفضل احسان احسن من كتب عن مشاعر المرح ده حقيقي ده حقيقي يعني انا يعني واعوذوا بالله يعني مش قصدي مقارنة بس كان دايما بيتقالي اه انت احسان بتاع السينما علشان انا كمان بحب اتكلم عن عن مشاعر المرح يعني مرفة امين بتلعب اكيد دور الام 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 الى راتب اه امينة خليل بتلعب دور فاتن حمامة نا ليلة طهر ليلة طهر اه جميلة بتلعب فاتن حمامة لان دي برضو من الحاجات اللي ما كانتش واضحة قوي في الفيلم ان اساس علاقة البنت دي انها بنت عندها 17 سنة على علاقة باستاذها الملحن المشهور اللي هو عنده 40 سنة فهو في حاجة لوليتا كده في الموضوع في علاقتهم ببعض لما اتعملت في الفيلم لما كانت فاتن حمامة بتحبها مدعم حمدي احنا طول عمرنا شايفين فاتن حمامة اللي هو ايه مشكلة فما فيش الفرق الكبير ده فده من حاجات حاجات كتيرة ما حصلتش في الفيلم مموجودة اصلا في الرواية فهيارب بتقلق لما بتعيد كتابة حاجة لأديب كبير انا طول عمري الراجل ده يعني انا بتديدت القراية مثلا عندي 11-12 سنة زمان في المعمورة ايام ما كانت المعمورة حلوة كده ايوه فكان دايما المكتبات اللي فرشة كده تلاقي كل روايات احسان عبدالقدوس محطوة واحنا ما كناش نقراجل في الصيف اساسا بالزبط كده بالزبط وهو الراجل اللي عنده البناته والصيف يعني هو بتاع الصيف اوي كمان فابتديت قراية احسان ففضلت لما خلصت احسان بتديت اشوف مين تاني بيكتب روايات فايه يعني اقدر اقول ان انا عندي محضر الماجستير او دكتوراه في احسان عبدالقدوس في كل حاجة وبالذات ان انا بحب السينما من انا صغير قوي فكل ده اتعمل افلام فكان جذاب انه يتقري اشتركوا في القناة